تحية عاطرة إذن مواصلة على مستوى الرابع لهذه المدخلة حول التقدم في التاريخ كيف يكون التقدم في التاريخ ممكن في ذل نهايتي وفي ذل حيلة العقل حيث ما نرى من صحية المشاعر الفردية من ضرورة التفكير في التحقيق التدريجي لحركة تاريخية حتى لو كانت أشكال هذا الإدراك تتعار ظاهرين مع محتواها ما يسميه هيجل مكر العقل قد تم إشباع الأهواء بطريقة مماثلة أنهم يكشفون عن أنفسهم أو أنها تكشف عن نفسها وبخلية تصميمها الطبيعي لكنها تنتج صرح المجتمع الذي عادت فيه إلى القانون والنظام بالسلطة ضد نفسها إذن كيف يتحقق العقل في التاريخ كيف يوصف حقيقة موضوعية إن إجابة هيجل لا لبسة فيها إنها الدولة بشرط يعني العقل يتحقق في التاريخ من خلال مؤسسات الدولة من خلال ظهور الدولة تشكل الدولة بشرط أن لا نختزل الدولة إلى حكومة أو إدارة أي إلى ما نسميه جهاز أجهزة جهاز الدولة ولكن من خلال فهم الدولة باعتبارها المجال الذي يشمل جميع مجالات الحياة الاجتماعية الحياة الأسرة المجتمع المدني مجال الإنتاج والتبادل نظام القانون والأخلاق الحميدة أي الحياة الأخلاقية لشعب الماء في فترة تاريخية معينة ومن هنا هذه المفارقة المدافعة المتحمسة عن الحرية الفردية هيجل يجعل الدولة بداية ونهاية هذه الحرية فالدولة إذن هي شكل التاريخ المحدد التي تكتسب في الحرية وجود الموضوعية وتتمتع بموضوعيتها لأن النموس قانون هو موضوعية الروح والإرادة في حقيقتها واحدة الإرادة التي تتيع القانون تكون حرة لأنها تتيع نفسها إذن وهي مع نفسها وهي حرة وهي مع نفسها وهي حرة إذن أن غاية التاريخ إذن هي خلق الدولة العقلانية الحديثة دولة دستورية أي تخضح للقوانين وليس لأهواء زعيم أو طبق أو أرسكرتية دولة عضوية أي تشمل جميع المجالات الحياة الاجتماعية مع احترام استقلاليتها الذاتية دولة ضامن أخينا للحقوق الفرد والحرية الفردية بشرط أن يعترف الأفراد بسيادة الإرادة العامة التي تجسدها الدولة ولذلك يجب النظر في المراحل المختلفة للتاريخ البشر فيما يتعلق بنهاية التاريخ هذه الأسبداد القديمة هو الاعترام بحرية الفرد وهي حرية تقتصر على تعاسف المستبد واستعباد الجميع ولم تكن الديمقراطية الأثينية سوى حرية القلة ولكنها كانت تفترض عبودية الجميع العظمى لهكذا وأكد هيك لأنه فقط في المسيحية تم وضع الإنسان على أنه حر في ذاته لكن هذه الحرية ظلت مفروضة ببساطة بطريقة ما تقريبين وأحاطت بالأشكال السياسية الأولى للتاريخ المسيحي بالجوهر العقلين المسيحية بأشكال أماجية على المستويين الديني والسياسي وفقط مع الإصلاح الديني إصلاح لوثر إنشاء دولة الدستورية الحديثة أصبح ما تم طرحها حقيقة واقعة فما معنى نهاية التاريخ وأي معنى لتقدمي إذن إذا كان سينتهي إنه هيكل أتروحها حول نهاية التاريخ بمعنى مزوج من ناحية بالنسبة للهيكل لا يمكن فهم التاريخ إلا من وجهة نظر غائية في قصدية التاريخ مقاصدية التاريخ ما يمنحه المعنى هو الغاية التي يعنيها له العقل أي الحالة العقلانية ومن ناحية أخرى بمجرد وصول لهذه المرحلة من الدولة العقلانية لا يمكن تصور أي شيء أبعد من ذلك وكذا فإن الدولة العقلانية يمكن أن تظهر وكأنها الغاية بالمعنى التاريخي يمكننا أن نرى هنا حدا أو حتى عيبا قاتلا في المفهوم الهيجلي للتاريخ لكن هذا يظل متسخن مع المفهوم العام لتاريخ الذي يدافع عنه أن الغرض من التفكير في التاريخ ليس التعلم الدروس والتنبأ بالمستقبل باعتباره تاريخا فلسفيا إنه يعاني من نفس مصير الفلسفة فهو دائما يأتي متأخرا جدا تمام مثل الفاسف كبونة المونيرفا لا تحلق لا تصعد إلى السماء إلا عندما يأتي المساء إن الوعي والواضح للحقبة التاريخية لا يظهر إلا عندما تستنفذ كل أمكانية هذه الحقبة ويبدأ بتلوين لون الرمادي على اللون الرمادي يقول هيدر في مقدمة الكتاب المبادة الأساسية فلسفة الحق إن طائر المونيرفا لا يطير إلا عند الغسق إذن هذه مدخلاتنا حول التاريخ من جهة مكره ومن جهة ثانية نهيته شكرا جزيلا لحسن الانتباع أرجو أن تكون هذه مدخلة قد نهلت رضاكم إلى اللقاء